اشتركوا في القناة بالإضافة إلى معرفة الكثير من المعالم التراثية والثقافية التي يمثلها المتحف في البحرين وكانت الشيخة هلاء بنت محمد آل خليفة مديرة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والأثار في مقدمة مستقبلي الضيوف حيث رحبت بهم في بلدهم الثاني مملكة البحرين مشيدة بجهودهم المميزة التي ظهرت جليا في المؤتمر العالمي للخيل العربي الأصيلة وتجول بعدها المشاركون في أرجاء المتحف للتعرف على أبرز ما يضمه من أركان سياحية واستمع المشاركون إلى شرح تفصيلي من قبل القائمين على المتحف عن أهم القاعات التي يضمها مثل قاعة التاريخ الطبيعي بالإضافة إلى شرح عن المعروضات في قسم التاريخ القديم بالإضافة إلى ما يحتويهم مخطوطات قرآنية قديمة وعلم الفلك والوثائق والرسائل التاريخية